طيب هناك نجحت للجيش في الخرطوم استطاع أن يضحر الميليشيا الإرهابية من أم درمان من بحري استعدادات في ولاية الجزيرة من أجل القضاء على هذه الميليشيا الإرهابية الإجرامية توعدهم الفريق أول عبد الفتاح البرهان بالقضاء عليهم هل ترى يعني بنظرة تفاؤلية بأن الأحداث القادمة تحمل خير للشعب السوداني؟ نعم بلا شك حقيقة أنا متفائل مثل ما حصل في ليبيا سيحصل بإذن الله في السودان يعني قوات الدعم السريع مثل ما حفتر أضاعوا على أنفسهم يعني الهجم الأولى والصدمة الأولى من الهجوم يعني أعمال عمليات الإنقلاب أو السيطرة على الخصم هي مسألة ساعات إما أن تفاجأ خصمك وتفتك منه الميدان وإلا فأن الخصم سيعيد ترتيب صفوفه وسيعمل على إيقاظ ضمائر الناس وتفتيح عيونهم للحقيقة وتجنيدهم في صفوفه وقلب الهجوم وهو ما يحصل الآن في السودان الميليشيا الدعم السريع الآن هي أصبحت في موقع الدفاع عن النفس وما ترتكبه من مجازر دليل على فشلها العسكري ولجوءها إلى هذه الأسليب من أجل تحييد السكان وإرهابهم لمنعهم من الانخراط في هذه الحرب